موسيقى شاهدين الكرامين ما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم دائما بكل خير نحييكم من قناة الشروق عبر جولة جديدة في السودان هذا المساء نستهلها في أبرز العناوين موسيقى عمدوك يؤكد أن صناعة الدستور عملية مستمرة نستصحب معها كل القضايا موسيقى الكباش يتفقد متضرر الفيضانات من محلية جبل أولياء موسيقى اكتمال الاستعدادات بجميع ولايات السودان لانطلاقة امتحانات الشهادة السودانية غدا الأحد موسيقى 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 مرحبا بكم في تفاصيل الأخبار قال رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك إن المؤتمر القوم الدستوري واجب تأخر لمدة خمسة وستين عاما وذكر حمدوك خلال مؤتمر تفاكري لمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية أن المؤتمر القوم الدستوري خلاله تبنى الدولة وتشيد أركانها بغية الوصول إلى طريق مستقيم وأضاف على آخرين تعاقدوا جميعا كشركاء في الوطن والهم على أساس نضو حدا للمشاكل والحروب التي أجهدت البلاد وأشار حمدوك لأن ما يتم تقديمه عبر هذه المنابر يجب أن يكون محل اهتمام ومرعاة من قبل كافة السودانيين موضحا أن صناعة الدستور هي عملية مستمرة نستصحب معها كل القضايا منوها لأهمية التفريق بين عملية صناعة الدستور وقضايا المؤتمر الدستوري وأن هذين الأمرين يجب أن يسير بالتوازي المثالي أننا بعد نخلص من موضوع السلام نجي كلنا مع بعض نساهم في القصة تحت الدستور ولذلك لحد اليوم لا تشكل من فوضية المؤتمر الدستوري لأننا نحن دائرين المشاركة فيها حتى من ناحية عرضية وعملية نشرك فيها كما الكفاح المسلح ونكون فيها كله وشعرنا القضايا المؤتمر الدستوري في السابق كل تجاربنا يمكن ركزت على قضايا الحقوق والواجبات ودوهم جدا لكن السودان لا عشان يستغيره عشان يبقى دولة محترمة وتمشينا قدامه نحن لازم ندخل من صميم قضايانا ضرورة المشروع النهضوي ولا أنا ظللت أتكلم عنه اللي بيقوم على رجلين رجل سياسي نتوافق حوله على كيف يحكم السودان تلقى رئيس مجلس الوزراء عبدالله حملو خلال المكالمة عن تقديره لاتصال وزير الخارجي الأمريكي وشدد على همية تطوير التعاون والعلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن الإدارة الأمريكية تناورت مع رئيس الوزراء عبدالله حملو كيفية المساهمة في جهود إعادة العلاقات عقب الفيضانات التي اجتاحت البلاد وأحدثت خسائر مادية وبشرية وأشار الناتق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية أن مايك بومبيو وزير الخارجي عبر عن تعازيل الشعب السعلي فيما حدث من وفيات إثر الفيضان وأشار البيان إلى أن بومبيو رحب بالتقدم المحرز في عملية السلام في السودان التي جرت مؤخرا وأضافت تفاق الوزير مع رئيس الوزراء وزارة الخارجية اليوم السبت إجلاء عشرات السودانين العالقين في ليبيا بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وسفارة الخرطوم بطرابلس وقالت الخارجية في بيان لها قامت بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والسفارة السودانية بطرابلس بإجلاء حوالي مئة وستين مواطنا سودانية من ليبيا منهم ثمانية عشر طالبا سودانية من مدرسة الأخوة الليبية السودانية يجلسون الامتحانات الشهادة السودانية غدا الأحد ولفتت إلى أن وزارة الخارجية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة الدولية تقوم بتنظيم رحلات الإجلاء للسودانيين من ليبيا منذ الأول من يونيو العام 2019 وحتى الآن قدمت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى السعيد دعما ماديا وعينيا بعد أن قامت بواجب العزاف الذين توفوا جراء حادث حريق مكب النفايات بمنطقة الفتح شمال مدرمان واضح رامي مامون مدير مكتب الأسادة عائشة موسى أنهم قدموا بتوجيه منها دعما للمتأثرين من الحادثة والذين ما يزالون يتلقون العلاج في مستشفى حاج الصافي ببحري وأشار المامون إلى وفاة اثنين جراء الحادثة فيما يتلقى تسع أشخاص العلاج بالمستشفى من ناحية أخرى قالت نمثلة اتحاد نساء جبال النوبة سامي عبد الرحمن إن الاتحاد استمع لتنوير من لجان المقاومة والخدمات عن التأثيرات الناتجة من المكب وخطر ذلك على المواطنين كما قاموا بزيارة للمصابين بالمستشفى لتقديم الدعم النفسي والعيني لهم أثناء الزيارة اطلعنا على تنوير من لجان المقاومة ولجان الخدمات والتقيير عن المكب ومخاطره والأسار الجانبية وخلص التنوير بمطالب إلقاء المكب أو نغله إلى مكان آخر وتوصي من الأستاذ عائشة للجهاد ذات الصلة وعليه سوف يقوم الآن اللي كان المقاومة والتقيير بتطريس الطريق المؤدي إلى المكب إلى أن تتحقق المطالب ومن ثم زهمنا إلى زيارة المستشفى للمصابين الآخرين في مستشفى حي الصافي ببحري أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الريوة الموارد المائية استمرار انخفاض النيل في معظم الأحباس ونوهت إلى أن منصوب شندي ومناصيب النيل الأبيض من الجبلين وحتى خزان جبل أولياء ما زالت في أعلى مستوياتها وأكرت اللجنة في بيانها اليوم أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية اليثوبية اليوم غدن الأحد سيكون في حدود 665 مليون متر مكعب بينما يكون وارد العطبراوي في حدود 180 مليون متر مكعب وتوقعت اللجنة أن تسجل مناسب النيل في محطة ودمدني والكاملين والخرطوم وشندي وضنغلة انخفاضا اليوم غدن الأحد ودعت الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر تفقد عضو مجلس السيادة الانتقالية شمس الدين كباشي اليوم عددا من القرى التي تأثرت بالفيضانات بمحلية جبل أولياء واستمعا لشكاوى المواطنين وحجم الضرر الناتج من الفيضانات وطالب المواطنون بتعويضهم أو التخطيط وفق خطة إسكانية تتلافى أخطاء التخطيط القديم من جانبي قال الفريق كباشي إن الحكومة بشقها السياد والتنفيذي ستعمل عاجلا على حل مشكلة الأراضي التي ظلت هاجسا كلما حل موعد السيول والفيضانات وأشار إلى أن القوات المسلحة ومؤسساتها تقف إلى جانب المواطنين في مثل هذه الظروف بكل ما تملك من إمكانيات نحن نحيي هذا الصبر ونحيي هذا التعاضق والتماسق اللي بيشبه أهلنا في جولوليا واللي بيشبه أهل السودان إن حقيقة شفنا حجم الضرر كبير ضرر كبير يعني يعني ممكن حتى الأرقام اللي أدونا لها الإخوة المسؤولين ما دقيقة إذا كان قالوا 200 بيت ضرر كامل وفي 300 ضرر جزئي الشفناه ده الضرر الجزئي ده ذاته هو منتهي حقيقة ما بتسكن تاني حقيقة سيرة قواف أو قوات الدعم السريع اليوم قواف الدعم ومؤازرة للمتأثرين بالفيضانات والأمطار والسيول في ولايات السودان لمساعدة المتضرين واجه الفريق أول محمد حمدان دقل وقايد قوات الدعم السريع لدى مخاطبته القوافل الخمس المتجعة لثماني ولايات متضررة قوات الدعم السريع بتقديم الخدمة للمواطنين وتأمينهم معبرا عن رضاه لما يقوم به الدعم السريع في مختلف أماكن الطوارئ وعبر عن شكري وتقديري لكل الدولة التي ساهمت في دعم المتضرين وقال إن عهد الكلام انتهى والآن يجب علينا أن نعمل خاصة وأن السودان يذخر بالعديد من الإمكانيات حتى نتقدم للأمام وقال إننا في قوات الدعم السريع نعمل بإخلاص ولا نرغبه في رضاء أحد فقط نعمل بما يرضي الله ورسوله مشهدا بكل الأكهزة الأمنية لدورها الفاعل وتواجدها في كل الظروف الغافل هذه هي زي ما قال لتمانية ولايات وبرضو مقسمة حسب الحوجة حسب الحوجة يعني في ولايات لوليات بتختلف الآن في مشمعات وفي خيم في ولايات تقبل الخيم وفي ولايات تقبل المشمعات فبرضو فيها الولايات مختلفة في الحوجة الحاجة المهمة في الغافل هذه طبعا أي فيضانات أو أي كوارث بعقوبها الوباء فأهم شيء برضو الرش الرش هو الآن مهم بالنسبة الآن في الحمد لله الممكن السيول ماشى في تدني لكن بعقوبها بعض البعوت والأمراض وكلام كثير جدا وصلت إلى مطار الخرطون صباح اليوم طائرة إغاثة لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرئ السيول والفيضانات بالسودان مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي إفقى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي ومتابع السمو الشيخ حمدان بن زايد النهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتحمل وقافلة ثلاثين طن من المواد الغذائية وهي مواد إيواء خيام وأغطية ومشمعات بجانب مواد طبية وصحية لإصحاح البيئة وكان في استقبال الطائرة عباس فضل المولى مفوض العون الإنساني ورحم فاضل المستشار بسفارة الإمارات بخرطوم والملحق العسكري لدورة الإمارات العبيد الركن ناصر محمد النيادي وقال المفوض العام عباس فضل في تصريح لوكات السودان الأنباء بالمطار إن المساعدات الإماراتية شملت الكثير من المعينات وهي الدفعة الثانية مشهدا بتعاون ودعم الإمارات المتواصل بما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين وصلت أيضا للمطار الخرطوم ظهر اليوم طائرة يغاثة كويتية لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرر السيول والفيضانات وذلك بتوجهات من أمير دولة الكويت صباح الجابر أحمد الصباح تحمل أربع واربعين طنا من المواد الطبية والغذائية وقال القائم بالأعمال الكويتي لوكات السودان الأنباء تعتبر أول طائرة من الجسر الكويتي الذي يستمر لمدة يومين دعت والي ولاة نهر النيل آمن المكي مكونات المجتمع لتجاوز الخلافات وتوحيد الجهود لمجابهة معركة كارثة فيضان النيل وقالت خلال تفاقود أبو تأثري منطقة الشقالوة بمحلية شندي إن حجم فجوة المساعدة الإنسانية التي تحتاجها الولايات مهولة مقارنة بإمكاناتها ووجهت نداء عاجلا لشركات التعدين والأسمنت والاستثمار والمرظمات لإسناد جهود الحكومة في التصدي للمأساة الإنسانية للمتضررين ضربة جديدة موجعة وطعنة نجلاء غادرة سددها النيل على خاصرته اليمنى عندما اجرى بمحلية الشندي حيث ابتلع بضراوة وشراسة التروس والحمايات الواقية لمنطقة الشقالوة مهددا استقرار أكثر من 30 ألف نسمة وطاركا أكثر من 800 أسرى بلا مأوة الآن الأسر والشهوبة والله طالبين من الله أولا أن يكف علينا البلد وطالبين والله الناس فيها شدة الحوجة لخيم لمواد غزائية وليحاجات كثيرة والله والناس يمكن أن تشوف بعينها ومع حيات الحصلة اهتمالي كمان وباء ما يقارب الألفين أسرة تأثر جراء فيضان النيل بمحليات الشندي التي أقرت بأن حجم الكارثة أكبر من قدلاتها وفوق ما اتخذته من تدابير احترازية للخريف أكثر من 415 دي في الريف منازل انهارت وانهدت أهلا في العراء عندنا في مدينة شندي لوحدها الآن الليلة في الشقالوة وفي شندي فوق وفي قرية القليعة عدد الناس اقترغت بيتهم المياه ما أقل من 1800 بيت نصهم في العراء ورغم ما بذلته غرفة الطوارئ والدفاع المدني الولائية المسنودة بجهود الخيرين ومنظمات المجتمع المدني وبعض الشركات ومعاونة اللجان المقاومة ووقفة تنسيقية قوى الحرية والتغيير إلا أن الوضع الإنساني الحرج بحاجة للمزيد من التدخلات الناشد أخواننا في المنظمات المجتمع المدني أنهم يغيصوا النازل يدعمونا نحن كان لديهم مقاومة مبدين دعمنا شغالين مع المحلية بقدر الضغطة اللي عندنا ونساعد إن شاء الله وإذا ذلك لا تجد حكومة ولاية نهرين لابدا من تجديد نداءاتها العجلة لغوث القرى والمناطق المنكوبة مؤكدا أن درجة الاستجابة للكارثة من شركات التعدين والأسمنت وغيرها بالولاية دون حجم الدمار والخراب بكثير في كل لحظة بيتهادم بيت جديد الناس قاعدة في العراء محتاجة لخيام نحن بنكرر دائما أن الخيامة هي الأهم جهات كثيرة بتضرب لنا بتقول لنا أرفعوا الحوجة حوجتنا الآن مفتوحة يا جماعة خيام وطعام ودواء ده دش العاجل أطفال ونساء قاعدين في العراء يعني أنت عايز تضل على الأقل وعايز دوى جنبك وأكل وشرب الدعوة للجميع إنها تساهم تحل المشكلة العاجلة المنطقة ممتدة يعني القيفة القديمة بتاع البحر من الحتة الآن وصلتها الموية 2 كيلومتر امتداد المنطقة ذاتة بتاعت الشقال ودي 4 كيلومتر دي متهدمة عصم الحكيم الشروق ولاية نهر النيل محلية شدي اكتملت الاستعدادات بجميع ولايات السودان لانطلاقة امتحانات الشهادة السودانية غدر الأحد حيث يجلسوا لامتحانات هذا العام نحو 689.522 طالب وطالبة موزعين على 4.125 مركز داخل وخارج السودان قالت وزارة التربية إنها تتابع الاستعدادات للامتحانات في ولاية السودان كافة كاشفة عن تنسيق مع الشرطة وجهات الاختصاص لتأمين الامتحانات في ولاية غرب دارفور أعلنت الحكومة عن اكتماء كافة الترتيبات والاستعدادات الإدارية والأمنية لانطلاقة الامتحانات بالولاية وأوضح على المدير العام للوزارة في تصريحات الشروق أن عدد الطلاب الجالسين بالولاية هذا العام بلغ 10.370 طالب وطالبة يجلسون في 52 مجمعة اختتمت إدارة سيادة حكم القانون بمكاتب الاتصال الولاية للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع مركز أبحاث الجريمة اختتمت ورشة تدريبية حول الملاحقة القضائية في الجرائم الجنائية وأوضح حضاب السيادة حكم القانون بمكاتب الاتصال بولاية غرب دارفور تجاني عباس عبدالله أن الورشة استهدفت وكالة نيابة والمستشارية بالقضاء العسكري ومتحرية شرطة بالمراكز المختلفة لغرض رفع القدرات حول الملاحقة الجنائية في الجرائم الجنائية والتعديلات الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2009 للميلاد عرض المساء متواصل معكم وتتابعون فيه بعد الفاصل استناف العمل بمجمع الذهب والتوقعات بانقفاض الأسعار ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم مجدداً في أخبار العالم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترام توصل إسرائيل ومملكة البحرين لاتفاق تاريخي لإقامة علاقات كاملة بينهما وقال في تغريدة على حسابه بتويتر إلى الدولة العربية الثانية التي تبرو باتفاق سلام مع إسرائيل في ثلاثين يوماً وقالت وزارة الخارجية البحرينية من جانبها إن وزير الخارجية عبداللطيف الزيان تحدث هاتفهم مع نظير الإسرائيلي جابيش كنازي اليوم السبت وذلك غدات إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين وذكرت الوزارة أن الوزيرين تبادل خلال اتصال التهاني والأحديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين البحرين وإسرائيل تجمع ممثلون للحكومة الأفغانية وحركة طالبان بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت لإجراء محادثات سلام تاريخية تهدف لإنهاء الصراع أودى بحياة عشرات الألف من المقاتلين والمدنيين على مدى عشرين عاما وقبل يجلس الطرفان المتراحنان إلى طاولة المفاوضات وجهها قبل يجلسان المفاوضات حثت عدة دول وجماعات على التواصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإبرام اتفاق يدعم حقوق المرأة وجاء افتتاح المحادثات بعد يوم واحد من ذكرى مرورة 19 عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة التي أدت لتدخل العسكري في أفغانستان تأنف العاملون بمجمع الذهب بالسوق العربي أعمالهم اليوم السبت بعد إغلاغ محلمة تجارية يوم الخميسة احتجاجا على ارتفاع الدولار وتدهور قيمة الجنيه السوداني وارتفاع أسعار الذهب وقال الشيخ الصاغة محمد مصطفى تبيدي إن العاملين بالمجمع بدأوا اليوم العمل موضحا أن أسعار الذهب اليوم تعلن بعد ساعة 12 بعد الظهر من كل يوم من جهة أكد رئيس شعبة مصدرية الذهب السابق عبد المنعم صديق أن إعلان الإضراب سهم من خفاض سعر جرام الذهب من 15 ألف و300 جنيه إلى 14 ألف جنيه موضحا أن تحديد أسعار الذهب مرتبط بالعرض الطلب قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوع السوداني صدقي كابلو إن استمرار سيطرة الطفيلية على الاقتصاد هي سبب ارتفاع الأسعار وتدهور العملة الوطنية وأضاف في تصريح لوكارة السودان الأنباء أن الاتفاع الجنوني في الأسعار وتدهور العملة السودانية هما ظاهرتان لمرض واحد هو استمرار سيطرة الطفيلية على الاقتصاد وعدم اتخاذ السياسات الصحيحة للإصلاح الاقتصادي وأشاره أن الحكومة لم تتخذ من الإجراءات ما يكبح النفوذ الاقتصادي والمالي للطفيلية في الملف الرياضي استدعت لجنة إزالة التمكين عصر اليوم هشام الصباط رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال للتحقيق معه حول بلاغ تم تحركه من قبل بعض الشخصيات المنتمية لمجال رجال العمال وكانت أنبا قد راجد خلال الساعات الماضية عن اعتقال الصباط للإتجار في الدولار إلا أن مصادر مقربة من رئيس لجنة التطبيع الهلالي أكدت أنه لا علاقة للتحقيق مع الرجل بالتجارة في العملات الأجنبية وجه رئيس نادي المريخ آدم سوداكال بعودة فريق الكرة الأول من نادي للتدريبات تدائم من اليوم السبت وذلك استعدادا لمباراة الفريق في بطولة الدور السودان الممتاز والذي سيستهل في المريخ مقابلاته بمواجهة نادي الخرطوم الوطني وفي الرياضة العالمية أعلن برشلونة رسميا اليوم السبت أن أسطورته ليونول ميسي صاحب 33 عاما والذي لديه 34 لقف في رصيده مع النادي سوف يظل قائد الفريق ويرتدي ميسي شارة القيادة منذ رحيل أندريس أنستا في العام 2018 ويأتي بعد سيرجي وبيكي وسيرجي روبرتيو في ترتيب أصحاب الشراء ختاما لهذه الجولة في السودان هذا المساء نذكر بأبرز ما جاء به من عنه حمدوكي أكد أن صناعة الدستورة عملية مستمرة نستصحب معها كل القضايا الكباش يتفقد متضرئ الفيضانات بمحلية جبل أولياء واكتمال الاستعدادات بجميع ولاية السودان لانطلاقة امتحانات الشهادة السودانية غدا الأحد أمنية التفقيق لكل الممتحنين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف على الذين تضرروا من الفيضانات ختام هذا العرض من السودان هذا المساء قدمنا لحضراتكم من قناة الشروق شكرا لمتابعتكم تحياتي وفريق العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة